ذكر الله سبحانه وتعالى له أثر على كل الكون ليس على الدماغ فقط الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن التجربة التي أود أن أذكرها الآن أن هناك بعض الباحثين الأمريكيين قاموا بنفس السؤال طرحوا نفس السؤال وأحضروا مجموعة من الأشخاص الملحدين أي غير ما يؤمنون بوجود خالقا من الكون سبحانه وتعالى وبدأوا برصد ماذا يحدث في دماغهم وضعوا الجهاز يسمى جهاز المسخ برانين المغناطيس الوظيف وتبين أن اسم الله عندما يذكر يحدث في دماغهم تفاعلات وأنشطة يرصدها هذا الجهاز تدل على راحة نفسية كبيرة حتى الملحد عندما يذكر اسم الله تجد أنه مرتاح إلا إذا كان يجاهر الله بالعداء وإذا كان يتحدى الله فإن مركز الخوف ينشط في دماغه فخرجوا بنتيجة وهم يستخدمونها الآن في المشافي لعلاج السرطان أن مريض السرطان يقول له ينبغي عليك أن تذكر اسم الله لكي يسرع ذلك في استجابة جسدك للعلاج نحن لدينا آية في القرآن قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله فطمئن القلوب شكرا للمشاهدة